دافع الأردن أمام المحكمة الجنائية الدولية عن قراره عدم اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير خلال مشاركته بالقمة العربية التي عقدت في عمان العام الماضي موضحا أنه غير ملزم باحتجازه وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية وجاء ذلك خلال استئناف الأردن عبر محامين مختصين لقرار صدر عن المحكمة في كانون الأول الماضي واعتبر أن الأردن فشل في تنفيذ التزاماته برفض احتجاز الرئيس البشير المطلوب لدى المحكمة بتهم الإبادة وارتكاب جرائم حرب ممثل الأردن أكد أن المحكمة أخطأت في استنتاجاتها موضحا أن الأردن يقر بضرورة معاقبة المسؤولين عن الجرائم في نطاق صلاحيات المحكمة إلا أن ذلك لا يمكن أن يتم على حساب القوانين والمبادئ الأساسية للمجتمع الدولي